يا صباح الفل واهلا وسهلا بكم في اختبار جديد مع المال الحقيقة العربية اللي احنا جايبينها لكم النهاردة من جوة بورت السخنة هي عربية مش جديدة بس احنا قررنا نجيبها ونختبرها بعد ما نيسان زودتها في 2020 بمجموعة من المواصفات رفعت بيها سقف المنافسة في شريحة الاس يو في او الكروس اوفر متوسط الحجم وهي الشريحة الحقيقة اللي بتشهد النهاردة في السوق نمو بشكل كبير جدا وشركات السيارات كلها تركز عليها ان هي تسوقها ونيسان يا جماعة زودت العربية ديت في 2020 بانظمة نيسان انتليجنت موبيلتي ده يشمل مجموعة من الانظمة كتير اللي منها سيفتي اكويبمنت زي الفرامل الطريقة اللي بتبقى معاك شريك في الطريق تقدر تفرمل العربية في اي وقت او تتدخل في ظروف تكون انت فيها مش منتبه للقيادة وزي الكاميرات التلتمائة وستين وزي الحساسات اللي بتشتغل في العربية ده كله بخلاف المواصفات الخاصة بالرفاهية او خاصة بالاتصال بالعالم زي الدعم الموبايلات اندرويد وابل كار بلاي تصميم نيسان قشقاي عشرين عشرين طبعا هو بيميل للطبع الرياضي انا واحد من الناس شايف ان موضوع الشكل انك انت تحبه او ما تحبوش ده شيء نسبي فيه ناس بتحب عربيات شكلها ما يكونش رياضي فيه ناس بتميل اكتر للعربيات الرياضية بس انا شايف في نيسان ان هي ركزت في تصميم العربية ده من بره على الشكل الرياضي الكلام ده بيظهر فين؟ بيظهر في الشبكة الجديدة اللي واخدها كل الجنيريشن بتاع نيسان او الدي ان اي بتاع نيسان بالنسبة الفوانيس اللي فيها خطوط ال اي دي والاضاءة النهارية دي طبعا شكلها رياضي جدا والكساحة الكبيرة وطبعا خطوط الكبوت الانسيابية دي من الحاجات اللي مخليها العربية دي الديناميكية اوي او مقدمتها ديناميكية اوي ابعاد نيسان قشقاي احنا بنتكلم في عربية طولها اربعة متر وتلاتة من عشرة عرضها متر وتمانية من عشرة ارتفاعها عن الارض متر ونصف العربية جسم العربية ارتفاعه عن الارض حوالي متر وتمانين ملي متر العربية دي كلها مبنية على قاعدة عجلات او ويل بيز بنتكلم في الفين ستمية ستة واربعين ملي متر بنتكلم في الشنطة شنطة التخزين بتاعت العربية ساعتها ربعمية وتلاتين متر وبتوسع لما بنزوء الكراسي العربية ديت عشان نتكلم في متورة العربية ديت متورها اربعة سلندر الف ومتين سي سي توربو ستاشر صباب بيطلع مية وخمستاشر حصان عند خمس تلاف وتلتمية لفة محرك العربية ديت استهلاكها للبنزين حلو قوي طبعا الفتيس السي في تي دا وهشرحه بعد كده ليه ليه الفتيس دوت بيخل العربية ديت تستهلك بنزين قليلا اول مطور طبع العبية ديت متورها صغير فتيس هموفر للبنزين عندها كل المؤهلات ان هي تبقى اقتصادية في استهلاك البنزين العربية دي بتستهلك خمسة بوينت ستة لقطع مسافة ميت كيلو وعلى فكرة جماعة انا دايما اقول ان من ارقام الشركة الام دي بتبقى ارقام مش حقيقة بس العربية ديت فعلا لو انت ماشي بالراحة او انت ماشي معديدش المية كيلو متر هتعمل معاك نفس الرقم دوت طبعا لو انت بتجري وكده العربية ديت بتستهلك بنزين زيها زيها حد العربات التوربو كلها بتستهلك اه بنزين مع الدوس العربية ديت طبعا زي ما احنا قلنا هي بنزين اتنين وتسعين الناس يا جماعة اللي بتقول عربات التيربوهات مواتين خمسة وتسعين لأ ممكن الشركة تبقى مغفرة عربية وبجاهزة بمطورة ان هي تبقى تشتغل اتنين وتسعين خزان الوقوت بتاع العربية دي اتنين وخمسين لتر العربية دي بقى بتتصارع من صفر المية في اتناشر بوينت تسعة سانية هجرب لكم دلوقتي التصارع بتاع العربية يلا اه بصوا يلا هو يلا يلا مية نتكلم في حاجة تانية نتكلم في بتاع العربية ديت او العفشة بتاعت العربية ديت العفشة بتاعت العربية ديت عفشة مريحة بصراحة يعني على الرغم ان اي عربية بتبقى او عربية عالية بتبقى عفشتها نشفة وعلى الرغم برضو ان لو عربية جنتها كبير بتبقى العفشة بتاعتها نشفة العربية ديت فيها الحكتين العربية ديت عالية والعربية دي الجانت بتاعتها تسعة تاشر انش وكويتش لو اللي دايما مشهور ان هو بتبقى بتبقى العفشة في ناشفة الا ان عفشتها بصراحة كويسة يعني عفشتها نعمة جدا وده بفضل الكاريسي المريحة زي ما انا اتكلم عليها بعد كده الكاريسي الرياضية والكاريسي الكهرباء. من الحاجات برضو اللفتت انتباية في موضوع العفشة دوت العربية مع السرعات العالية تخليك خايف اه في الهاندلنج او اه في المانوفر تاخد مثلا ملف مش عافية بتبقى خايف في السرعات العالية. وده طبيعي لان العربية عالية وده طبيعي برضو لان العربية ديت مش عربية سبقات دي عربية عيلة يعني او عربية متعددة لاستخدامات يعني. اه انما في العادي في المطبات والكلام ده انت مش حاسس اوي بالا مش حاسس اوي بالعفشة وبتمتص الصدمات بسرعة كويسة جدا. العربية ديت فيها مواصفات امان عالية جدا. العربية دي يا جماعة واخدى خمس نجوم في يورو اين كاب. ودي اختبارات السلامة الاوروبية اللي بتحدد مدى كفاة العربيات. طيب العربية ديت اصلا مصنعة في انجلترا. العربية دي فيها انظمة كتير جدا للسلامة والامان. طبعا احنا بنتكلم في ست وسائد هوائية متوزعين. اتنين قدام اتنين وارا. وستارتين في الجنف. بنتكلم على العربية فيها اي بي اس و اي بي دي. تجهيز اساسي في كل الفئات. من الفئة الاولى لغاية الفئة الاخيرة. اي بي اس اي دي. وعندنا الهيل اسيست والبارك اسيست. وده برضو من الحاجات الكويسة جدا وفيها انظام للثبات الالكتروني. والتحكم الديناميكي. العربية ديت يا جماعة فيها انتليجنت امرجنسي بريكنج. ودي الفرامل اللي بتكون شريك معك في الطريقة هي اللي بتتخذ القرار بتشتغل ازاي? بتشتغل عن طريق الرادارات بتاعة العربية. لو انت الرابط من عربية ماشي بسرعة معينة ماسك الدريكسيون بالايدين. تبدأ العربية تتخذ القرار لو شافت الخطر تبدأ تدوس فرامل من نفسها. والنزام التاني اللي هو دعم اجهزة قبل واندرويد اللي قولنا عليه في الشاشة. سبعة انش وده اللي بيخليك تقدر تستخدم اي ابليكيشن بقى جوجل ماب مش عارف ايه الكلام ده كله تقدر تستخدمه مع العربية. العربية يا جماعة من العربيات اللي اسعارها في السوق كويسة جدا او بنتكلم في سعر كويس جدا. اقل من من اكبر منافس لها باربعتاشر الف جنيه. على فكرة العربية ديات لسه مخفاضين اسعار مجموعة تسال لسه مخفاضة اسعارها في مصر. احنا بنتكلم على العربية بتبدأ من تلتمية تقريبا ستة وستين الف جنيه لغاية ربعمية وتلاتين الف جنيه. انا بتكلم بقى على المنافسين بتكلم على اربعتاشر الف جنيه اقرب منافس. وبتكلم على اه اربعين خمسين الف جنيه لو من المنافسين الكوري. ودايما مش عارف الشركات دايبة تيجي تقول لك العربيات احنا عاملين عربية للشريحة المتوسطة ومشت لها سعارها خمسمية الف جنيه. خمسمية الف جنيه ايه اللي مع الشريحة المتوسطة في الظروف اللي احنا فيها. في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي. يمكن علشان خاطر ادارة نسان هي ادارة اجنبية او خواجات يعني. فبالتالي موضوع التسعير عندهم دايما بيبقى الافضل حتى لما بيعملوا خصومات ما بتبقاش الخصومات الفضيعة الكبيرة لان هم بيبقوا مركزين في موضوع التسعير دوت من الاساس. الفتيس العربية دي يا جماعة هو الفتيس سي في تي. الفتيس ده بيبقى يعتبر نقلة واحدة بيتبرمج على على سبع نقلات او تامن نقلات على حسب العربية دي متبرمج على سبع نقلات. احنا دلوقتي في الصالون الداخلي لانسان قشقاي عشرين عشرين. بصراحة انا شايف ان النسان جهزت العربية ديت بصورة كويسة من جوة. مستوى الخامات اللي مستخدماها مستوى غنية جدا بالخامات. طب لود داخلي اول حاجة ممكن تلفت نظرك موضوع اللي موجود. الماتيريال اللي هنا جماعة ماتيريال غنية يعني مش بلاستيك اه مش من البلاستيك الرخيص يعني. اللي بيستخدم في في عربات كتير في في الشريحة ديت. النهاردة احنا عندنا المنطقة ديت اللي فيها الشاشة السبعة انش اللي منازلاها نسان جديدة. عندنا المنطقة ديت فيها تنين كوب هولدر ومساحة تخزين هنا. زي ما احنا شايفين هنا وحدة التحكم اه في التكييف. طبعا دي المنطقة اللي هنا ديت اللي فيها وحدة تحكم في المرايات في المرايات الكهرباء. وحدة تحكم في الاربع عزائز كهرباء. لو هنتكلم على عجلة القيادة بتاعة العربية ديت او دركسيون العربية ديت. هتلاقي دركسيون العربية ديت رياضي قوي واخد شكل حرف اه دي. عندنا على اليمين التحكم في كروز كنترول اللي انا بعتقد ان هو الايام ديت بقى شيء اساسي بالزياد في السفريات. الناس كلها بتسافر كتير. عندنا على الشمال اه هنا وحدة التحكم في في الشاشة ديت وفي السي دي والكلام ده كل. طبعا برضو من الحاجات الملفتة اوي في في العربية ديت وشكلها حلو اوي موضوع فتحة السقف البانوراما. فتحة السقف البانوراما في العربية دي يا جماعة شكلها كبير. شكلها كبير اوي. واخدم ساحة السقف كلها. فمديك رؤية واضحة. بصراحة تجهيز هايل من سبر. في النهاية اقدر اقول ان نسان قشقاي عربية عائلية من الدرجة الاولى. لو عائلة مصرية بتفكر تجيب عربية وتحافظ على جزء من فلوسها في اعادة البيع او يبقى ما تخسرش كتير في اعادة البيع نسان قشقاي هتناسبه اوي لو واحد بقى بيحب التصارع والجري والكلام ده اعتقد مش هتبقى الاختيار الافضل. وان شاء الله تابعونا في فيديوهات تانية كتير عن عربيات تانية مختلفة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة